هي تصريحات لوزير الصناعة الصيدلانية علي عون كشفت المصطور بخصوص ممارسات تنتهجها بعض الأطراف التي تسعى أن تجعل صحة المواطن رهينة بين آياد اللوبيات الدواء وزير الصناعة الصيدلانية بدون لغة الخشب وبصراحته المعهودة ندد بهذه اللوبيات التي تتاجر بالأدوية عبر أسواق غير رسمية حيث يتم إدخالها عبر الكابة وحاويات غير مسجلة لتسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي رائعين يتولي للتحديد المشكلة نميكب عبر الكابة والتحديد وحاويات للتحديد محبوب المترجم للقناة نقابة الصياد للخواص وصفت تصريح الوزير بشجاع كون الظاهرة استفحلت في السوق الوطنية وعكست الواقع المر الذي تعيشه سوق الأدوية في الجزائر تصريحات وزير الصناعة الصيدالينية اليوم حول موضوع أدوية الكابا هي تصريحات شجاعة تعكس المواقع المر الذي تعيشه سوق الأدوية في الجزائر أين استباحت عصابات ولوبيات مجال الدواء وأصبحت تستورد أدوية موجهة للطب البشري بطريقة غير مشروعة وغير خاضعة للمراقبة والمطابقة من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدالينية مثل هذه التصريحات تستوجب التحرك العاجل من قبل السلطات العليا لوضع حد لنشاط هذه اللوبيات بهدف حماية الصحة العمومية وحرصا على الاقتصاد الوطني